تحدي جديد ينتظر القوات العراقية في مدينة الفلوجة بعد الانتصار الكبير الذي حققته تلك القوات في الرمادي وقبل الانتقال إلى المعركة الكبرى في الموصل لإنهاء وجود داعش في العراق وعلى الرغم من أن الحديث عن مرحلة ما بعد الرمادي لا يزال مبكرا بعض الشيء حيث تنتظر القوات العراقية مهمة تطهير الرمادي من الوجود الداعشي إلا أن التجهيز العسكري والتحفيز المعنوي لتلك المعركة بدأ بالفعل حيث يعتبر النجاح في السيطرة عليها الخطوة الأكبر قبل إعلان محافظة الأنبار محافظة محررة ماذا بعد معركة الرمادي؟ سؤال بدأ يطرح ولم تخفت بعد أصوات المعركة فيها فالمدينة التي أعلن رسميا عن تحريرها من قبضة داعش ما تزال تواجه خطر تفخيخ أحياء كاملة من قبل التنظيم كما أن استمرار وجود عناصر لداعش في ضواحي المدينة أمر لا يمكن استبعاده قبل إتمام عمليات التمشيط لكن وبالرغم من ذلك شرع المخططون بإطلاق استعداداتهم لخوض المعركة المقبلة معركة يقول المراقبون إنها لن تخرج عن إطار محافظة الأنبار عملية خلق ما يسمى بممرات آمنة عازلة ما بين مناطق الحيوية بمعنى أنه يمكن أن تنطلق القوات العراقية من الرمادي باتجاه هيت ثم باتجاه بيجي هذه العملية عندما يؤمن هذا الخط سوف يحصر كل من الفلوجة وتبعياتها والموصل ومناطق تابعة لها قدمت معركة الرمادي نموذجا يقول المراقبون إنه يمكن البناء عليه في إدارة المعارك المقبلة نموذج تم فيه الاعتماد على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للدولة مع تحييد للحجد الشعبي لكن آخرين يرون بأن مشاركة الحجد ستظل احتمالا قائما وإن كان كظاهير خلفي وفي إطاره العشائري فقط اليوم الحجد الشعبي ليس نتحدث عن فقط الشيعة وإنما نتحدث عن السنة نتحدث عن ابناء العشائر بالتأكيد يتهم تدريبهم وأعدادهم من أجل مسك الأرض اليوم قطاعاتنا العسكرية التي حررت قضاء الرمادي بعد أن يتم رفع العبوات الناسفة والبيوت المفخرة علما أن نسبة التدمير في مدينة الرمادي 80% وهي نسبة أيضا كبيرة بسبب أنها كانت حربا عصابات من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع وبالتأكيد تحتاج إلى إمكانيات تتجه الأنظار الآن إلى المعركة المنتظرة لتحرير مدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن محافظة الأنبار وأقربها إلى العاصمة بغداد والتي وقعت تحت قبضة تنظيم داعش منذ ما يقرب من عامين تمدد التنظيم فيها وأقام تحصينات وجد لها من الوقت ما لم يتح له في الرمادي وبرغم حصارها المحكم يقول المراقبون أن استرجاعها سيكون صعبا للغاية خاصة مع وجود حاضنة متقبلة للتنظيم كما أن موقعها الجغرافي يتيح لها أن تصمد أمام الهجمات لامتدادها باتجاه مدن أخرى في الأنبار وإحاطة أكثر من نصف أحيائها بنهر الفرات يتفق القادة الأبنيون على أن معركة الرمادي قد أسهمت في رفع معناويات المقاتل العراقي على نحو كبير كما أنها شكلت جزءا من ثأر يراه هؤلاء القادة كبيرا بالنسبة لما واجهه الجيش من انكسار في معركة الموصل يوسف الحسيني سكاي نيوز عربية بغداد ومن بغداد ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي أمير جبار مساء الخير أستاذ أمير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن الخطوة التالية بعد الرمادي طبعا على افتراض أن الرمادي سيتم السيطر عليها بشكل كامل في الفترة القادمة ما هي الخطوة التالية؟ هل هي الفلوجة؟ أم أن هناك تحضيرات أخرى تتعلق بالموصل؟ ليس بالضرورة أن تكون الفلوجة جزء منها تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناتكم الكرام طبعا قد تكون المرحلة القادمة هي في نقطة جوهرية وخط شروع جديد صوب منطقة الفلوجة إذا ما تذكرنا بأنه بدأ الحصار يزاد أكثر طوقا وعزلا للأقضية والنواحي المحيطة بمنطقة الفلوجة ابتداء من منطقة القرمة وتحرير يوم أمس منطقة النعمية بشكل كامل إضافا إلى وصولا إلى منطقة الصقلاوية وجنوب بالتحديد جنوب منطقة الفلوجة في منطقة الهياكل التي ما زالت ترابط كثير من فصائل الحجد الشعبي في هذه المنطقة والحجد العشاري أيضا الذي استطاع أن يصمد لفترة طويلة على سبيل المثال الحصر في منطقة عاملية الفلوجة ولهذا نرى بأنه قد تكون هناك نية مع جدول أولويات الولايات المتحدة الأمريكية التي قد أخرت ضغط كثير من فصائل الحجد الشعبي والقادة السياسيين بأن تكون خطة تحرير الأنبار صوب مركز الفلوجة قبل أن يكون صوب مركز الرمادي وبالتالي مع وعود مسبقة لولايات المتحدة الأمريكية بأنه تتجه منذ أيلول عام 2014 بالإعداد لخطة هجوم بر شامل صوب محافظة نينواء تأخرت مع انتهاء هذا العام يمكن أن تبدأ مع بوادر عتاب العام القادم التي يمكن أن تكون أولا مثل ما يحدث حاليا في ضربات جراحية ومناوشات ومشاغلة لتنظيمات داعش في منطقة نينواء وأيضا قيام قيادات عمليات الأنبار ومن يرابط معها من قيادة عمليات بغداد وباقي قوات الحجد الشعبي باستكمال تحرير الأنبار وطبعا الفكرة الأوضح وهذا ما أراه أنه لا يمكن الخطوة باتجاه تحرير محافظة نينواء ما لم نستكمل طوقا آخر وهو الطوق الحدودي وصولا إلى مركز محافظة الأنبار وهي منطقة الفلوجة توجها إلى هيت فالقائم في الرطبة فعانا وراوة والتي ما زالت مراكز ساخنة بالدعم اللوجستي والموارد المالية والبشرية التي قامت تأكل من مجتمعاتها المحلية وتورد وتمول هذا الدعم إلى تنظيمات داعش ولهذا نرى بأنه علينا كقيادة عمليات مشتركة أن تحاول تقطيع هذه الجذور وهذه الأوصال داخل محافظة الأنبار ثم الانتقال إلى صوب خطة محكمة بتحرير المحافظة نينواء ولهذا نرى بأن عملية تحرير المصل قد تتأخر حتى مع وعود السيد العبادي بأنه ستكون الخطوة التالية لكن أراها بأنه يجب أن يكون تروي هناك قبل البدء بعملية الشروع مع وجود استعدادات كاملة وقيادة عمليات متهيئة كيف يمكن أن تختلف عملية استعادة الفلوجة أستاذ أمير عما شهدناه في الرمادي كما نعلم الفلوجة لها ماضي مختلف لها سجل مختلف إذا جاز التعبير منذ الاحتلال الأمريكي للعراق البعض يقول أن الحاضنة الشعبية فيها أقوى للتنظيمات المتطرفة كيف يمكن أن تكون العملية مختلفة فيما يتعلق بالفلوجة؟ طبعا بقراءة بشكل عام نعم هي قد تختلف ودعني أذكر هناك بأكثر من فصيل مسلح بقى يواجه ولايات المتحدة الأمريكية كما واجهها بشكل معترض على الحكومات التي تلت عام 2003 وبالتالي لم يستطع حتى موضوعة المصلحة الوطنية من احتوائهم بشكل كامل وبقوا مع الأسف أقول بذور قد احتوت تنظيمات داعش فيما بعد والتي يهيئ لها حاليا في أن تكون هي عنصر المباغة لتنظيمات داعش من الداخل مع حراك سياسي قد ابتدأ مع زيارة السيد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبري إلى واشنطن في زيارة الأخيرة التي طلبت منه صراحة أن يفتح خطوط خلفية لعملية توافق مع قيادات عشائرية ومحلية ومسلحة تكون من العراقيين في داخل تنظيمات داعش ولهذا نرى بأنه قد تكون المعركة مختلفة نعم لكن قد تكون أيضا بها مفاجآت كبيرة ومع الحادثة الأخيرة التي حدثت اليوم أو أمسح بالتحديد مع تنظيمات داعش عندما قام بعملية اعدام لبعض الفتية من منطقة الفلوجة وتحول إلى صراع عشائري مع عناصر التنظيم الإرهابي قام بقتل عوائل هؤلاء أيضا صارت هناك عملية غضب متنامية إضافة إلى تراكمات ما حدث في الرمادي وما حدث في عموم العراق يمكن أن تنهض عملية انتفاضة من الداخل لكن عملية وجود مثل ما أوردت تقريركم واستعرضت أنت جنابك قبل قليل بأن وجود عملية استمكان وتمكين للتنظيم في داخل منطقة الفلوجة لم تسنح لأي منطقة أخرى حتى لا في الموصل ولا في الرمادي ولا في صلاح الدين وبالتالي قد تكون هناك عملية استعداد كبيرة لمواجهة تقدم قوات المسلحة العراقية وهو هذا ما يؤخر لحد هذه الساعة عملية التقدم صوب منطقة الفلوجة لحساب كثير من المخاطر أولها العامل الإنساني كونها واحدة من أكثر البقع في محافظة الأنبار كثافة بشرية شكرا لك الأستاذ أمير جبار الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بغدان وبالتزامن مع تحرير الرمادي والعمليات الجارية للتحالف في الآراق والسورية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة بقادة داعش الذين قتلوا في ديسمبر الجاري المزيد من التفاصيل مع شانتال نعم مهند فنحن نتحدث هنا عن قائمة أعدها البنتاجون حصر فيها القتلى من قادة داعش خلال شهر ديسمبر الجاري ويبدو العدد فيها غير قليل نبدأ بشرف المؤذن تربطه علاقة مباشرة بمنفذي تفجيرات باريس قتل في الرابع والعشرين من ديسمبر في ضربة الاتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية عبد الحميد أبعود المشتبه بأنه العقل المدبر لاعتداءات باريس وكما تذكرون قتل نفسه في الثامن عشر من نوفمبر على أثر اقتحام الشرطة الفرنسية لشقة كان قد لجأ إليها عبد القادر حكيم منظم العمليات الخارجية قتل في مدينة الموصل بالعراق في السادس والعشرين من ديسمبر وسيف الحق سوجان قتل في العاشر من كانون الأول ديسمبر في الرقة وكان بحسب الولايات المتحدة في عداد فرق قراصنة المعلوماتية كما أعلن البنتاجون أيضا هوية سبعة مسؤولين آخرين في تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا خلال الشهر الحالي في العراق وسوريا وهم روان طاهر الملقب بأبو محمد الكردي أو أبو مريم الكردستاني هو عراقي الأصل يحمل الجنسية الدنماركية خليل أحمد علي الويس أبو وضاح وإلى محافظة كاركوك ومنصق عام بريد الولايات المتحدة وهو والي كما ذكرنا ويعتبر أحد أهم خمسة أشخاص في داعش إلى أبو أنس السام الرائي الخبير في صنع القنابل قتل قرب كاركوك أيضا يونس كلاش المعروف أيضا باسم أبو جودة المسؤول المالي لتنظيم داعش في الموصل ومثاق نجم هو مساعد والي محافظة كاركوك إلى أكرم محمد سعد فارس قائد ومنفذ في تلعفر بشمال العراق وتحسين واثق هاشم الحيالي مسؤول شبكات التجنيد في داعش وقتل قرب المؤصل إضافة إلى كل هذه الأسماء التي ذكرناها قتل سبعة قياديين في ديسمبر من هذا العام ليكون عدد قتل هذا الشهر ثمانية عشر قياديا من داعش ويبقى السؤال مهند لماذا وضحت كل هذه الأرقام وكل هذه الأسماء بعد هجمات باريس الأخيرة الواضح أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر جدية في التعامل مع هذا التنظيم هذا بحسب الكثير من المراقبين الأشهر القليلة الماضية أظهرت بوضوح أن الولايات المتحدة تتعامل بشكل مختلف عما شهدناه منذ قبل سنة ونصف السؤال الآخر وربما الأهم ما الذي يعنيه التخلص من هذه الشخصيات هل هذا يعني إضعاف التنظيم بشكل أو بآخر أم أن مسألة وجود شخصية معينة على رأس جهاز معين داخل هذا التنظيم ليس لها ذلك التأثير الذي يذكر هذا طبعا سننتظر لنارى تأثيراته في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر